حظي الشاب الجزائري فوزي بالرحمة الحائز على الجائزة الأولى لأحسن مخترع شاب في بريطانيا باستقبال حار في مطار هواري بومديان وهذا تحت رعاية مباشرة من مجمع كوندور إلكترونيكس الذي كان المبادرة لدعم هذا الشاب وقام بتسهيل كل الإجراءات المادية لتنقله إلى بريطانيا وكذا عودته إلى المملكة المتحدة ابن مدينة مستغانم صاحب الخمسين وعشرين سنة الذي قام باختراع شاحن الهواتف الذكية عن طريق الطاقة الشمسية والضوء العادية تحدث عن تجربته في الخارج والتي مكنته من انتزاع اللقب من بين العديد من المشتركين من مختلف دول العالم الاختراع هو تسمية بالانجليزية هو Solar Wireless Charger أي بالعربي هو شاحن للهواتف الذكية عن طريق الطاقة الشمسية والضوء العادي وكرير والضوء العادي لأنه وصلتني رسائل عديدة من الجزائريين وشباب الجزائريين يقول لك شرحنة هو بالطاقة الشمسية فقط أو بالضوء العادي هو بالطاقة الشمسية والضوء العادي في نفس الوقت وبعد ذلك يتم هو يشحن نفسه بالطاقة الشمسية وضوء العادي وبعد ذلك يشحن الهواتف الذكية يشحنها عن بعد يعني لسنا بحاجة أن نضع الهاتف فوق الشحن يعني عن بعد برنامج أو أي شيء يتم شحن هذا الهاتف يعني عن بعد بدون استعمال أي إسلاك أو أي روابط تنقل هذا الطاقة الإنيرجي وفي كلمة له في ميكروفون قناة البلاد قال رئيس المنظمة الوطنية لحماية الثربة الفكرية التي كانت هي الأخرى سباقة لرعاية هذا الشاب أن المنظمة تتسعى لإقناع الكفاءات بالعودة لأرض الوطن المنظمة الوطنية لحماية الثربة الفكرية تحمي وتستغل أفكار البناء لما ينتجه العقل الجزائري من فكر وعلم ومعرفة نعم من الأهداف الأساسية هي إقناع الذين هاجروا أو هجروا لأسباب معروفة لإقناعهم لكي تستفيد منهم الشعب الجزائري والدولة الجزائرية بصفة أخرى إذن الشاب فوزي بالرحمة هو مثال آخر للكفاءات الجزائرية التي بمقدورها صنع المستقبل لبلادها فهل ستكون السلطات في المستوى المنتظر لتدعم طاقاتها الشبانية؟